أمسياتنا ومن خلال برنامجكم ومسياتنا يحلو اللقاء وتحلو المشاركات وتحلو أيضا الموضوعات الشيقة حقيقة من خلال تواصلكم هناك طبعا طعم خاص للقاءات يعني أيام جميلة ليالي حلوة نعيشها في دولتنا العزيزة الكويت أجواء احتفالية طيبة كل محافظة من محافظات الكويت الست تتنافس في إجراء الاحتفاليات والفعاليات الأدبية والتسويقية المتنوعة واستقطاب الجماهير المتعددة من زوار ومواطنين كذلك مؤسسات الدولة لا ننسى أيضا جمعيات النفع العام هي أيضا على تواصل تام وكبير مع الأخوة العرب في كل مكان في هذه الأوقات بالذات حبتنا في كل مكان هي فرصة طيبة لالتقاء الوجيه الخيرة حقيقة من كل مكان من مثقفين من كتاب عرب صحفيين في شتى المجالات اللهم لك الحمد الأفكار النيرة موجودة والتطبيق في هذا الشأن يمشي على خير وعلى ما يرام حقيقة بودي يعني أتكلم في شيء أعتقد تشاركوني الشعور فيه لكل وطن رائحة ليل خاصة فيه شيء ما حد يختلف على هذا الكلام يعني أنا لما يعني كابن لهذا البلد وأشعر برائحة هذا الليل الذي يعبر عن كينون التراب هذا الوطن ما أدري أحس فيه أكثر من أجواء الصبح ربما لأنه في الليل يمكن يخف الزحام وفي النهار الزحمة والضوضاء فالواحد يشعر برائحة الليل وصوت الشوارع ويعني حتى منظر الإضاءة الخاصة بشارع لما تروح أيضا فيك عواصم الدول العربية تلقى أيضا لعواصم الدول العربية طعم آخر القاهرة لها لون الرياض بغداد تونس وشوفوا الشعراش قالوا يعني في رياض يعني عاصمة المملكة العربية السعودية يقول فيها الأمير فدر بن عبد المحسن في الليالي الوضح والعتيمة الصبح لاحة لوجه الرياض يعني إحساسة دلة على طبيعة مدينته من غير ما يبصر الشخص بالجو اللي هو موجود فيه لو تأخذوني أنا شخصيا وتحطوني في أي مكان رح أقول لكم إذا ما كانت دولة عربية وزائرها رح أقول لكم أنا موجود هنا إذا زرتها في القاهرة أو في الرياض أو في أي دولة أتني كانت وشوفوا شنو قال الشاعر البغدادي عيناكي يا بغداد منذ طفولتي شمساني ناعمتاني في أهدابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي بغداد جئتك كالسفينتي متعبا متعبا أخفي جراحاتي وراء ثيابي الله شبه البلد لأن لها عينين وكأنها تفسر وتشعر أبناء هذا البلد في يعني كاحتواء وحضن دافي للمواطنين ومن يعيش على هذه الأرض اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة مميزة نوجه فيها قضية مهمة إنسانية وكذلك نسلط الضوء على ملتقة خاص بالمكفوفين العرب الثالث تحت الشعار فبراير يجمعنا هذا الملتقة أقيم من تقريبا حوالي أربعة أيام من السابع من فبراير وسوف يستمر إن شاء الله إلى غاية الثاني عشر من فبراير الحالي نتمنى إن شاء الله التوفيق للأخوان الموجودين وكملتقة شامل يضم الأخوة العرب من كل مكان ورؤساء الوفود موجودين اليوم إن شاء الله عندنا ومن خلال هذه الحلقة حلقة الليلة عندنا ضيفين عزيزين من العاصمة العراقية الشقيقة من بغداد وكذلك من تونس الخضراء لنتحدث حول هذا الملتقة إن شاء الله وأيضا نصلت على قضايا تهم هذه القضية كذلك وكما يقال ليس الكفيف الذي أصبح بلا بصر إني أرى من ذوي الأبصار عميانا لازلتم تستمعون لبرنامج أمسياتنا للتواصل 224-13-250 224-13-251 أحبتنا خارج دولة الكويت 00965-224-965-224-13-252 نسعد بتواصلكم موسيقى حياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم ومسياتنا نفصل لتضوء على ملتقى المكفوفين العرب الثالث تحت شعار فبراير إجمعنا حيث انطلقت فعليات ملتقى المكفوفين العرب الثالث تحت هذا الشعار برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضوري معالي محافظ حولي الفريق المتقاعد الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية يعد هذا الملتقى فرصة مثالية لمناقشة المشاكل والقضايا التي تمس المكفوفين في العالم العربي لا سيما سبل الارتقاء بمستوى الكفيف العربي تكنولوجيا وثقافيا وماديا ومعنويا ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على قدراته الإبداعية ويدفعه نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء حول هذا الموضوع سرنا أن نستضيف كل من الأستاذ الدكتور صادق حسين من الجامعة المستنصرية في بغداد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمكفوفين أمسي عليك بالخير دكتور وهو رئيس الوفد العراقي الشقيق حياك الله معانا في برنامجكم ومسياتنا الله مرحيك كذلك نمسي بالخير على الأستاذ خميس بن مصطفى رئيس الوفد التونسي الشقيق حياكم الله مرحبا يا مرحبا فيكم في بلدكم الثاني الكويت وبداية شنون طبعاتكم ومشاعركم هذه أول زيارة ولا كانت هناك فرصة لزيارة الكويت في السابق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومحمد وعلى الطيبين الطاهرين وصحبين المتجبين الله رحمه صلى الله عليه وسلم أسمح لي أولا أن أهنئ وأبارك شعب الكويت العزيز الغالي لمناسبة الاحتفالات بالاستقلال وأيضا بتسنم أمير البلاد منصبه حفظ الله ورعاه فمبارك لهم هذه العيات نحن جئنا لنحضر هذا الملتقى وليس لأول مرة لأنه الملتقى الثالث أنا حضرت الملتقى الثاني وكانت لك فرصة نعم فرصة سابقة أنا حضرت الملتقى الثاني والملتقى الثالث وسبق لي أن زرت الكويت أيضا لإعداد نظام داخلي لبعض المنظمات في العراق استقبلتنا منظمة دولية هنا مقره هنا هي الميرس كورب نعم فهذا الملتقى والملتقى الآن دل على شيء وهو اهتمام القيادة السياسية في الكويت بهذه الشريعة بهذه الشريعة عدد من الدول المشاركة والحمد لله يعني نغبط الكويت ونغبط شعب الكويت بهذا القيادة التي تهتم هذا الاهتمام بالكفيف الكويتي والكفيف العربي أيضا وهذا ليس بغريب نعم نعم صحيح كلامك استاذي يعني هذه الشريحة أعتقد لا تحتاج إلى اهتمام هي فارضة نفسها يعني حقيقة من كم صدرت لنا من موهوبين ومبدعين في شتى العلوم وأكبر دليل وجودكم معنا اليوم يعني كحضرتك استاذ تعطي دروس وتشرف على رسائل دراسات عليا وأيضا لك كتاباتك وكذلك الاستاذ خميس بن مصطفى يعني الابداع لا يتوقف على البصر يعني كم من شخص مبصر لكنه مكبل إبداعيا مكبل فكريا ويمكن في مقدمة ذكرت أن الأهم في حياة الإنسان هو إحساسه وشعوره بما حوله ربما إنسان يستطيع التمييز حقيقة ما بين الأشياء ويكون مرهى في الحس مرهى في الشعور عارفا لأدق التفاصيل وشخص آخر لديه جميع الإمكانات الحسية ولكن لا يعبأ ولا يهتم ولا يدقق في التفاصيل والجماليات التي من حوله سوف نتكلم في حول أمور كثيرة في ما يخص هذه الشريحة إن شاء الله لكن خلونا ناخذ لمحة سريعة عن هذا الملتقى استاذ خميس مصطفى بن مصطفى حياء الله من تونس شكرا كيف الأجواب في تونس قبل الله تجينا بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أهن شعب الكويت ودولة الكويت بالاحتفالات بالأحيات الوطنية المباركة وأشكر الجمعية الكويتية للمكفوفين على دعواتها لنا لحضور الملتقى الثالث تحت شعار فبراير يجمعنا ثلاثة أنا تونسي عضو الاتحاد الوطني للمكفوفين ناشط في المجتمع المدني في مجال الإعاقة كما قلت قدمت إلى الكويت لأشارك في هذه الفعل العليات على رأس وفد يتكون من خمسة أفرع أنت كنت تتحدث قبل قليل عن الأجواء الليلية في المدن العربية وبهذه المناسبة أنا أريد أن أهديك أغنية تونسية للفنان الهادي الجويني تحت الياسمينة في الليل عذرني كمان ما خطأ في بالي أحضر شيء لتونس لكن أحنا كلنا بالنهاية عرب ودول وحدة إن شاء الله يعني بهذا الملتقى نتأكد أن الرابطة بين الشهوب العربية رابطة قوية جدا هي أقوى أحيانا من الروابط التي تكون فيها بروتوكولات وشيء من هذا القبيل ونحن أنا شخصيا سعيد بأن أكون في إذاعة الكويت هذه الإذاعة التي أسمعها منذ الصغر ولناك تلميذ مكفوفين معها تاريخ طويل شرفنا شكرا أجدد شكري لك شخصيا الله يسلم وأجدد شكري للجمعية الكويتية وأتمنى لهذا الملتقى أن يحقق أهدافها المرجوة وأهم هدفي تقديري هو ربط الصلة بين المكفوفين في الأقطار العربية لتناقل التجارب من دولة إلى أخرى أروح لي دكتور صادق حسين كنيج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الوفد العراقي من السابع فبراير إلى يومنا هذا عشر فبراير ماذا حصل في هذا الملتقى من فعاليات من ندوات من مشاركات لحدث فعاليات متعددة يعني شمل في البداية الافتتاح وتقديم فيلم وثائقي قدمته جمعية المكفوفين الكويتية وأيضا اتضمن محاضرات في الشخصية والذات ومسابقات ثقافية عامة وأيضا شيء مهم وفني لأن لم تقفل الجمعية وهي مشكورة جانب الفني في تقديم نجم العرب وهي مثل ما نقول المسابقة للفنانين من المكوفين وما زال جاري يعني نحن الآن جئنا إلى الإذاعة والمسابقة جارية في حلقتها الثانية اللي أمس بدت واليوم استكملت فضلا عن الأمور الثقافية العامة اللي موجودة والتوجيهية لخص المكوفين ودراسة إمكانية تطوير العمل بين صفوف المكوفين أنت حضرت الملتقيات السابقة في هذا التجمع الحقيقة يعني ما هي فلسفة الملتقى لهذا العام والتي تشعرك بأن هناك اختلاف وتجدد للأفكار وتطوير أيضا للأفكار في ما يخص هذا الصدد لا بد من أن يكون تطور ما هي فلسفة هذا الملتقى في هذا العام؟ في هذا العام أنه بيان أن الكفيف قادر على الإبداع قادر على العطاء والهدف نحن الذي نؤمن به جميعا يعني جميع مكوفي العرب وخاصة لأنه هو الملتقى عربي المبدأ أنه نؤمن به لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها نريد أن نحتمد على أنفسنا ونريد أن يكون لنا مشاركة في صنع القرار القرار الخاص بنا وهذا شعار دولي لا شيء عننا من دون مشاركتنا لأن الكفيف قادر على أن يعطي فنرفض ما يسود أنه الرعاية الرعاية تعني الإحسان نحن نريد أن نؤهل الكفيف لكي يأخذ دوره في المجتمع في حياة كريمة في حياة ترفض التمييز على أساس العوق وتظهر أن الكفيف قادر وهناك أعلام كثيرة إذا في الكويت أو خارج الكويت في الوطن العربي من وصلوا إلى مراتب لم يصلها غيرهم فهو إذن هنا أنت إذا وفرت للكفيف ما يستطيع أن يعوض عن ما فقده من بصر إذن هو كغيره من أبناء المجتمع له العطاء يمكن يقدم العطاء دعني أنتقل للأستاذ خميس بن مصطفى الرئيس الوفد التونسي يمكن تحدث الأستاذ الدكتور صادق حسين فيما يخص وجوب تأهيل أو توفير البيئة المناسبة لكي ينهض الكفيف ويتمكن من أداء واجباته ومهامه هل هذا يعني أن هناك تمييز يواجهه الكفيف في قليمنا العربي وماذا يحتاج بالضبط هل يحتاج تشريعات وقوانين أم يحتاج إلى نظرة خاصة تتعلق بأسلوب تعامل مجتمعي أنا أريد أن أنتلق من مسألة المصطلحات قبل كل شيء هناك فالكفيف ليس بمعزل عن الأشخاص ذو الإعاقة بمختلف أصنافهم كل الإعاقات لابد أن تدار شؤونهم بأيديهم هذه مسألة مهمة جدا مسألة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية مثلا هذا مصطلح يجب أن يرفع عن الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم في شكل تنظيمي رائع جدا فيه يعني اتلاع على الاتفاقيات الدولية وفيه هناك تنزيلات بمستوى قوانين محلية فيه كذلك دسترة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الدول ولكن مسألة التمييز هذه مسألة تختلف حسب طبيعة المجتمعات هناك مجتمع يعني فيه تمييز وهناك مجتمع آخر وضعية الشخص ذوي الإعاقة وضعية تكون عادية يعني بحكم وعي المجتمع ونحن نعلم أن من أهداف الألفية هو تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء وعي المجتمع بواقع وحقوق والإمكانيات الكاملة عن طريق ماذا يعني؟ عن طريق ماذا؟ هناك آليات كثيرة يجب أن أول آلية هي التصديق والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أعلم أن هناك دول كثيرة عربية وقعت على هذه الاتفاقية وهناك دول أخرى بساطة الدراسة وقد توقع على الأقل أريد أن أتحدث هنا عن التجربة التونسية وإن كانت تجربة ضعيفة وربما في بدايتها ولكنها تتطور بحكم الزمن لنرجع أن حركة الإعاقة هي حركة مسترسلة حركة لم تتوقف منذ انطلاقها بداية الخمسينيات تطورت وشهدت نمو متميز سنوات السبعينيات والثمانينيات والآن هناك فيه ترابط بحكم الاتلاع على المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال الإعاقة فيه بعض الأشياء التي ممكن أن نعتبرها تقدمت شيئاً ما أهم شيء هو التصديق التوقيع ثم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص والإعاقة ثانياً وضع الآليات المناسبة لتنزيل هذه الاتفاقية منزلتها التي تستحق وأهم منزلة في تقديرنا هي وضع قانون يعني يلزم الدولة أو يعطي للدولة مجالاً لمساعدة تنظيمات الأشخاص دول الإعاقة على المشاركة وعلى تقديم الاقتراحات ثم يعني الدولة هنا يجب أن تبحث المؤسسات التي يمكن أن تؤهل أو تعلم أو تعيد تأهيل الأشخاص دول الإعاقة نعم فعندنا في تونس مثلاً تجربة وإن كانت بسيطة نعتقد أنها تطورت بدسترة حقوق الأشخاص دول الإعاقة في فصل نعتبره تقدمياً ونص الفصل هنا حتى يعني تتحقق الإضافة وتعم الفائدة للسادة المستمعين تحمي الدولة الأشخاص دول الإعاقة من كل تمييز والتمييز هو يعني فيه مادة كاملة في الاتفاقية الدولية لمادة أشخاص دول الإعاقة ثم التزام الدولة بحماية الأشخاص دول الإعاقة هذه مسألة مهمة جداً ثم تضمن الدولة الاندماج الكامل للأشخاص دول الإعاقة ونعلم أن الدمج هو من أهداف الأمم المتحدة وفق مقرراتها وقد صدر مقرر الأمم المتحدة يلزم الدول الأطراف الموقعة والمصدقة للاتفاقية الدولية بأن تستعد لعملية الدمج التي من المفروض أن تنطلق في أوائل 2016 يعني بنهاية سنة 2015 يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية أن تكون قد أهلت المؤسسات التربوية والمؤسسات الخدمية العامة وكذلك الإطار التربوي والإطار الإداري المقدم للخدمات المباشرة لخصن التعامل مع الأشخاص دول الإعاقة وتقديم الخدمة المناسبة بشكل فيه إمكانية الوصول وهذا المادة التاسعة من الاتفاقية قد تحدثت عن إمكانية الوصول إن شاء الله عليك أنتم ملم في القانون ثم النفاث والنفاث إلى المعلومة مسألة مهمة جدا النفاث إلى المعلومة ليس المعلومة كمعلومة إنما طريقة الوصول إلى المعلومة ثم مسألة رعاية الأطفال وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أحيانا بالنسبة للأطفال أطفال ما يسمون بأطفال الشوارع أو الأطفال اللي فيهم عندهم ظروف خاصة مثلا في قديس السند في مرحة طول مثلا عندنا في تونس والنساء كذلك المرحة ذات الإعاقة المكفوفة الاتفاقية لم تفرق بين أصناف الإعاقات ولهذا يعني نحن أنت دخلتنا في أمور كثيرة يمكن راح نحتاجها بعدين بس خلينا نستدرك بعض الأمور على أساس ما تفوتنا بعض الأفكار وكلام قيم فيما تفضلت في حضرتك خلينا أخذ رأي الدكتور الصادق حسين فيما يخص هذه القضية وهل تختلف من دولة إلى دولة بحكم الخبرة وبحكم قراءاتك والكلام اللي يتفضل فيه الأستاذ خميس في ما يتعلق بي أنا أعتقد أنها مصطلحات فيها شيء من الكلمات الفضفاضة التمييز وما إلى ذلك هنا ما نتكلم عن التمييز ماذا نعني في التمييز هل التمييز يتعلق في مسألة الوظائف أم في مسألة الحصول على المناصب والوظائف الشرافية العليا يعني نحتاج إلى تدقيق يعني وتعريف في كل هذه الأشياء نعم التمييز يكون أحيانا لأن هذا كفيف ويأتي شخص يحمل نفس الشهادة خلتكم مثل بكالوريوس في التربية أو في العداب يأتي ليتعين صاحب العمل أو المسؤول يقول هذا كفيف وهذا مصر إذا هني فيه ديني أكثر لا يعين الكفيف هذا تمييز لما ينهي الدراسة الثانوية ويريد أن يدخل في بعض الدول العربية كلية مثل كلية التربية يقول له أنت هذه الكلية تخرج مدرس وأنت غير مؤهل تربويا فلا يمكنك أن تدخل هذه الكلية في الدراسة الابتدائية في بعض الدول العربية لا تدرس الرياضيات الكفيف لا يستطيع أن ندرس الرياضيات في دول أخرى من دول العربية لا تدرس الرياضيات إذن هو عقل فممكن يدرس الرياضيات ويدرسها ولا سيما أنه يقرأ ويكتب بطريقته الخاصة هي طريقة بريل الكتابة البارزة ممكن أن يعمل على الحاسوب كما يعمل غيره على الحاسوب ببرنامج ناطق ينصف في الحاسوب ويستطيع أن يقرأ إذن هو قادر على أن يواكب غيره من أمثاله من أبناء المجتمع وممكن أن فإذن إذا وضعنا العراقين في طريقه لم نستطع وإذا طالبنا بالتشريعات المستموطة من الاتفاق الدولي لأشعر أخي وزميلي أستاذ خميس إذا وضعنا القوانين من دون تطبيق يعني مجرد قوانين حتى نتباهى نحن لدينا قانون في إرعاية المعوقين وقانون فيه كذا لكن دون تنفيذ هو الأساس هو التنفيذ لأنه يكفل للمواطن يكفل للشخص سواء كان كفيفا أم غير كفيف هذا إذا كفل الحالة الكلمة بالتطبيق بالتنفيذ وهذا تتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذا التشريع رحل وغير كافي الدولة توقع وتصادق وتصادق على هذا ثم ماذا إذا لم ينفذ وهناك نحن طالب ليس التوقع على التفاقية فقط هناك بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية تلزم الدولة أكثر فيكون للشخص أو للمنظمة أو للجمعية أن تقدم شكوى على الدولة على الحكومة في حالة عدم تطبيق في الأمم المتحدة نعم أنا أريد أن أعلق تحدث عنه الأستاذ صادق في مسألة الرعاية يعني يجب أن نفرق بين جمعيات رعائية وجمعيات أشخاص ذوي إعاقة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة هي الجمعيات التي يكون عدد أو نسبة هيئتها الإدارية من 51% فما فوق أما الجمعية الرعائية فهي الجمعية التي يسيرها أشخاص غير حاملين لإعاقة أو في وضعية غير أو في وضعية يعني هم أناس في وضعية غير إعاقة يعني نعم هذه هي مسألة الدمج أريد أن أرجع إلى هذا الموضوع بعدما ما هو نوعية الدمج الذي تطالبه فيه هل هو دمج اجتماعي أم دمج في مؤسسات الدولة هو شوف يعني للدمج عديد من المجالات نعم أنت تحدثت قبل قليل عن التمييز وأعود وأذكر أن التمييز مرتبط بمداء اقتناع المجتمع نعم بالأشخاص ذوي الإعاقة بالكفيف أو بذي الإعاقة الحركية أو بالأصم أو بكذا يعني مسألة الدمج يجب أن تكون تسبقها عدة مراحل قبل الدمج عليك أولا أن تؤهل المؤسسة التربوية عليك أن تؤهل الكادر التربوي وهذه مسألة مهمة جدا وهنا فيه يعني أتحدث عن الطرق البيتوغوجية وكذلك الطرق التعامل من حيث المسألة النفسية للطفل ونحن نعلم أن الطفل يعني في حاجة إلى رعاية نفسية قبل الدراسة وفي سن الدراسة إذن المؤسسة هنا الدولة يعني يجب أن تكون هي صحبة المبادرة والمجتمع المدني يقترح هذا في تقديرنا في توفير أرضية يعني تخاطب المجتمع وتخاطب أيضا القيادات في هذا المجتمع اللقاء متواصل معكم إن شاء الله إخواننا لكن خلونا نسمع هذا الأوبريت الجميل أوبرات ممتاز جدا ويقع أن أعلق عن الأوبرا فالحقيقة الافتتاح كان فيه أوبرا رائع جدا 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 نصا ولحنا وكلمة وإخراجا ما رأيك نسمع له ونرجع نتعلق عليه طيب طيب عساسي كل التعليق طعم آخر طيب طيب هذا الأوبريت من تعليف يعني الأستاذ مونة لافي العازمي عضو جمعية المكفوفين الكويتية ومن ألحان الأستاذ منصور عطشان العنزي أمين سير جمعية المكفوفين الكويتية نسمع ونرجع لكم إن شاء الله موسيقى مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم وانتشت كل الرغاة صفقت مرحبا بكم صفقت مرحبا بكم وانتشت كل الرغاة صفقت مرحبا بكم صفقت مرحبا بكم يا أسود أمتي الكويت بيتكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم أنورت في وجودكم أرضنا واسمت بكم أرضنا واسمت بكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم مرحبا إخوة العرب أنتم في بلادكم مبريت جميل من تاليف الأستاذة مونة لافي العازمي عضو جمعية المكفوفين الكويتية ومن الحان منصور عطشان العنزي أمين سير جمعية المكفوفين الكويتية قمة في الإبداع كلمات معبرة الحان جميلة أيضا هناك مضمون رائع يعبر عن تكاتف هذه الشريحة وتبني قضية إن شاء الله هناك استراتيجية نتأمل لها إن شاء الله من خلال هذه القضية شرائك وتعليقك أستاذ خميس بن مصطفى أنا أودك تعلق على هذا الأوبريت الأوبرا متميز من حيث النص من حيث اللحن ومن حيث الإخراج ما لفت انتباهي في هذا الأوبرا هو انضباط الممثلين ولحظة خروجهم وسعودهم إلى الركح كان فيه دقة في التفاعل مع الجمهور وهذا أنا متأكد أنه كان فيه دورات يعني برايف كثيرة على هذا العمل هذا العمل قمة وشرف لجمعية مكفوفين أن تنتج مثل هذا العمل الذي أعتقد أنه واجب تسويقه إلى كل الدول العربية وواجب بثه في كثير من الإذاعات العربية حتى يعلم الأشخاص دول الإعاقة أنهم قادرون على الإبداع بفضل إمكانياتهم وقدراتهم الكاملة التي تحدثت عنها قبل قليل يعني والأستاذ خميس من المصطفى يتحدث عن الأوبريت وبتفاصيله يعني يخليني أسألك هي حالة تعاش ولا توصف يخليني أروح للدكتور صادق حسين وأسئله هذا السؤال يعني هل الكفيف يملك يعني رصيد إضافي أكثر من الشخص المبصر فيما يخص مسألة استشعار وتذوق الأشياء الفنية والله أنت الآن من كلمات أخذ كفيفة والألحان اللي أخذ كفيفة وأنت مبصر وعجبت به فإذن هناك قدرات كاملة لدى الكفيف لديه تحاسس نعم كغيره وربما تحسير أكثر لأن تركيز سيصير على الحواس الباقية يبقى المجتمع يجب أن يتفهم أنا أرفع مستوى وتوعية الكفيف لكن أريد تقبل المجتمع أيضا اسمح لي أضرب لك مثال بسيط شخص يقال أنه يعني شخص وصل بي لحد من الجنون أنه حبة قمح فيخاف من كل ديك يهرب من كل ديك أدخلوه مستشفى وعولج إلى درجة وصل بي أنه اعتقد أنه رجل قال اتركوه وضعوا ديكا في طريقه مشى رأى ديك فهرب منه قال ألم تؤمن أنك رجل؟ قال نعم أنا رجل ولكن أقنع ديك أنني رجل ولا استحبه نريد من المجتمع أن يقتنع أن هذا الشخص الذي أمامه الكفيف هو لا يختلف عنه في شيء أنه قادر على العطاء قادر على الإبداع قادر على أن يخدم أمته وهو كذلك مثل هذه الأوبرا أستاذنا العزيز وقع التجربة في تونس سنوات السبعينيات في الإذاعة التونسية كان هناك ملحن وكاتب الملحن هو توفيق خوشة الخيل والكاتب هو الأستاذ المرحوم يوسف المؤذن فكتب أغنية عنوانها غنتها علي وهما بحثوا فلم يجد يعني امرأة كفيفة تؤدي الأغنية فأدتها عليا وعنوان الأغنية مولى الجنحان الطير أتمنى أن تكون موجودة عندكم هنا في الإذاعة إن شاء الله إذا موجودة بالتأكيد يعني إن شاء الله راح يحطونها الزمل اللي موجودين مخرجنا كذلك قاعد يبحث عليها من الآن وإن شاء الله تكون موجودة لكن نرجع إلى الجمعية وهذا الملتقى أهمية المشاركة في تفضلت وذكرتوها يعني خلونا نأخذ على يعني بعد إن شاء الله يومين ما هي من توصيات من المفترض أن يخرج بها هذا الملتقى هو في كل في كل عمل لا بد من أهداف ولا بد من نتائج مرجوة أهم هدف في مثل هذه الملتقيات هو ربط الصلة بين المكفوفين العرب ثانيا تبادل التجارب والخبرات بين المكفوفين العرب وتلاقح الأفكار مهم جدا تلاقح الأفكار يحفز الناس على التطور يحفز الناس على البناء وعلى تكوين الكوادر الكفأة القادرة على الأداء بين الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاق بصفة عامة فنحن نتطلع إلى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات حتى تتحقق الفائدة وتعوم صحيح يعني حينما نتذكر ونشاهد ونسترجع رموز الوطن العربي من أدباء ومفكرين سوف نجد أن هناك يعني أسماع حقيقة خلدها التاريخ في يعني من أدباء وكتاب طه حسين كان شخص لا يبصر ولكن كان مبدع شخص يعني ألف الكثير من الكتب وتولى الوزارة وتولى وزارة فرصة جيدة لأن يعني نناقش هذه الحالة يعني في وقت كانت فيه يعني بداية النهضة في الوطن العربي ومصر ما شاء الله فيه يعني حركة نهضوية كبيرة يعني مصر الشقيقة ويأتي هذا الرجل فينافس رجال مصر وأنت تعلم أن مصر لديها الكثير من الرجال المفكرين و يعني الأشخاص المبدعين يعني يكون لديه العطاء العطاء هو الذي أثبت له أثبت له هذه المكانة ووصله إلى ما وصل إليه وإذن هذا يدل على أنه لا يختلف عن غيره بالعطاء وإن كان طه حسين قد برزت في كتاباته شخصيته التي كانت وهذه حقيقة يعني كان يعبر عن شخصية منسوية إلى شيئا ما يعني فطه حسين على الرغم من أنه كان أديبا متميزا إلا أن شخصيته قد برزت في كتاباته يعني بشخصية منتوية على نفسها إلى حد ما ولكنه كان متميز من حيث اللغة كان متميزا كذلك من حيث التفاعل مع الأدب الغربي لأننا نعلم أن طه حسين قد درس في جامعة في فرنسا هي جامعة السربون وكانت له زيارات إلى دول عربية كثيرة ألقى محاضرات كثيرة وكتبت عنهم مسلسلات ولكن في الحقيقة حسين ربما ذلك زمانه وذلك وقته ولكنه في الحقيقة لم يكن ذلك الرجل المتخلص من عقدته إن صحت العبارة ويعذي لهم السلام الشخصة توفى والله يرحمه يعني لكن لا أحد ينكر إبداعه ويعني أنت ذكرت كشخصية المنطوية يعني عادة الشخص المبدع هو شخص هذا الشخص غالبا ما يلجأ إلى نفسه وذاته لكي يبدع ويبتكر ويرسم الأفكار حقيقة يطري في بالي الكلمة الشهيرة اللي دايما يضعها في ذيل الصفحة رأيه القارع لا يهمني يعني هذه من أكثر الانطباعات اللي تركها سيد عفو أصار تركيز يعني يمكن أكثر من لازم على الطاحسين نحن تاريخنا العربي مملوء بشخصيات كبيرة جدا عبر التاريخ في العصر العباسي نحن أخذنا أمثال ومشاء الله استرسل أخونا خميس لكن أيضا لو نأخذ أمثلة راح نلقى أيضا من رموز في هذا الشأن من أخواننا في العصر الحديث أيضا من الأسماء الجميلة أيضا يعني يطري في بالنا أيضا يمكن على مستوى التلحين الملحن أيضا المصري الشهير عمار الشريعي عمار الشريعي أيضا سيد مكاوي نعم تشوفي في عندنا مبدعين إذا بالفن المطلبين عندكم في الكويت عوض الدوخي عوض الدوخي عوض الدوخي لا عندنا عايشة المرطة عندنا عايشة المرطة أيضا من المبدعات حقيقة في في الأغنية الكويتية في مسألة التلحين والغناء أيضا الإبداع لا يتوقف على شخص مبصر أو شخص غير مبصر لكن خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم قبل الفاصل ناخذ هذا الاتصال من المملكة الأردنية الهاشمية من صديق البرنامج أخونا أيمن يا مرحبا فيك يا أيمن الله يسلمك أستاذ بنواف الله يطول في عمرك يمسيك بالخير يا صديقي الله يسلمك يا أهلا فيك كيفك وكيف أهل الأردن الحمد لله بخير كلهم طيبين يسلموا عليكم يطول في عمرك الله يسلمك أمسي عليكم الخير أمسي على ضيفك الكرام الدكتور صادق من العراق السقيق والدكتور خميس من تونس السقيق حياك الله يا صديق الله يسلمكم يحييكم أفرح سأل الله يسلمك اتفضل يا الغالي بل أفضل سأل لضيفكم الكرام وهو بالنسبة لي سعني أصدقاء من أدة دول عربية وهم مكفوفون فهل لديكم نادي مكفوفين يهتم بصداقة المكفوفين وتواصلهم وتواصلهم فيما بينهم والآخر بعيدهم إلى الطريق الصحيح ومراعاة متطلباتهم حيث أن لهم متطلبات الصحيح أنا عندي أصدقاء ما عرفت أنهم مكفوفين إلا بعد فترة يعني من خلال كلامهم والله يعني يعني ما بتحكي معهم هذا فأنت ما بتشك فيهم أنهم مكفوفين صحيح شفت ما شاء الله الكلام والاسترسال يعني ما يحتاج أني يعني أعشر ولا ما شاء الله هو يفهم يعني ويعرف أني متى أوقف الإخوان الخميس وكذلك الدكتور صادق يعني أعني بتفني أنهم يجاوب عن السؤال لأنهم يعني يعني في كثير مكفوفين حبين يتواصل بينهم إذا سؤالك خاص بهل يوجد نادي للمكفوفين يجمعهم نادي موحد نادي موحد يجمعهم نعم وأنت تعرف من الأصدقاء في هذا المجال من المكفوفين شكرا لك وإذا كان هناك أرقام تلفنات إليهم مستحب يعني إذا فيه نادي يعني أبعث أرقامهم إن شاء الله خلك معنا ورح يكون هناك تعقيب إن شاء الله لهذا الموضوع نرجع لكم وتعقيب إذا كان هناك نادي يجمع شتات الأخوة المكفوفين العرب في كل مكان النادي إذا كان يقصد عن طريق الإنترنت موجود صفحات كثيرة تجمع مجاميع اللي يسموها الآن بالمصالح حديث دقروبات وهناك صفحات بعنوان البصير ومكتبات خاصة بالكتب الناطقة إذا يدخل عليها بالعنطقة القوة يقدر يجد كثير من هذه والغرف الخاصة اللي هي المجاميع حسب الأهواء وحسب الرغبات والتوجه الثقافي للكفيف الذي يريد أن يتواصل مع إخوانا المكفوفين هو أفضل نادي للمكفوفين بالنسبة لمستعملي الحسوب لذي توليزاتور أفضل نادي هو سكايب يعني كنت طبيقية يجبعهم غصدك طبعا طبعا فيه غرف كثيرة في سكايب غرف تعليمية أصلا يعني تطورت من لقاءات حميمية تعارف إلى مدارس يعني مدارس على سكايب أذكر أنه على الأقل نعطي للأخ غرفة عيون في عيون إذا هو يتكلم الإنجليزية والعربية غرفة منطقة البصاير إذا هو يتكلم العربية والفرنسية وكذلك فيه غرفة في المغرب اللي هي غرفة نسيت عنوانها يعني يعطيه يتصل بي ونعطي عنوانها إن شاء الله جميل عيون في عيون وملتقة البصاير في سكايب يعني هذه من أهم الملتقيات هي الغرفة المنتديات الحديث معكم ومتح حقيقة والإبداع حقيقة نلمسها من خلال حاديثكم وهناك حماس كبير في تبني هذه القضية والأجمل من خلالكم ما نستشعره يعني أن الشيء الجميل في أن هذه القضية يتبنى أبناء هذه الفئة ولهذا نحن نقول لأنهم هم من يشعرون بمصنائها وهل ما كادر بشعابها وهل ما كادر بشعابها صحيح ولهذا نحن نقول أنه آن الأوان أن أن يتسلم أو أن يكون لذوي الإعاقة شأن في تقرير مصيرهم بأيديهم إذن يجب أن نفرق بين الرعاية والحقوق الرعاية هو أن تعطيه ما يستحق دون أن يشارك في تسيير الجمعية التي تمثله أو دون أن يشارك في أي قرار كان صحيح والحقوق هو أن تعطيه ما يستحق دون أن تنظر عليه على أساس أنها منا ونحن لا نرفض الرعاية إنما نحبض يعني استلام الحقوق بشكلها القانوني بشكلها المؤسساتي الذي يعني هذا من أدبكم الجنب بالتأكيد دائما تبحثون عن الطرق المشروعة والطرق السليمة طبعا حتى تشعرون ب أهمية هذه شوف يا أستاذ هو حتى نكون يعني واقعيين في أخلب دولنا العربية على الأقل أخذ بلدي كمثال ما تحقق للمكفوفين وخاصة المكفوفين دون غيرهم من ذوي الإعاقة قد تحقق بمجهود فردي وذاتي صحيح أن للدولة مجهود وهذا لا ننكره إلى اليوم ولكن الإجدهاد دائما يبقى لذوي الإعاقة أنفسهم وهذه مسألة طبيعية باعتبارك أنت صاحب القضية يعني إذن فقط ولهذا نحن نركز على ملف النهام وهو ملف الدمج التربوي جميل حتى يعني يتخلص الشخص ذو الإعاقة من عقدته النفسية نعم وهي تقدم هذه نقطة مهمة أكيد هذه نقطة مهمة خلينا نأخذ فيها الدكتور صادق يعني يعني يعلق على مسألة الدمج التربوي والدمج المجتمعي أعتقد في هذا في هذا الإطار الأهم من ذلك هو نظرة المجتمع للمكفوف وهنا يأتي دوركم دور الإعلام صحيح أن عليه مفق الاتباقية الدولية مطالب بأن يعطي الصورة الحسنة على المشخص لأن أحيانا يبرز يبرز الكفيف بجوانب سوداوية يعني يظهر الكفيف وهو شحاذ يظهر الكفيف وهو يحتال يحصل على ما يريد هناك جوانب مضيء لدى المكوفين الإبداع الإبداع الفني الإبداع الثقافي الإبداع العلمي توجيه الأسرة نحو الكفيف توجيه المجتمع لتقديم الخدمات اللازمة تغيير نظرة المجتمع السلبية إذن هذا دوركم في المقابل يظهر حافظ القرآن على فكرة ويظهر أيضا الشخصيات الأدبية صحية يعني أضرب لك مثال يعني الأمور الخارقة فيلم هذا اللي يطلع به عدل الإمام من غير ما يعني يعني هل من يعقل أن الكفيف يسعد طيارة ويطير في الجو ثم يرجحها ما هذا الموقف يعني الذي ينظر إلى الكفيف يأتي ليقول لهم امشوا معي أذهب بكم لكي نسبح ويسبح في نافورة في الطريق والناس تفرج عليه دون أن تعمل شيء ويسرقون ويسرقون ملابسه أو هذا المؤمن صحيح في رؤية درامية أنا أريد أن أعلق على موقف المجتمع من الكفيف فهو في الحقيقة يعني يجب أن لا نبالغ في هذه المسألة يعني في نهاية المطاف نحن أفراد من المجتمع والمجتمع أنا أنا أتصور أن المجتمع لا ينظر إلينا بعيدة أي يعني حتى نكون يعني واقعيين ولكن ربما صعوبات في التعامل أحيانا وهذه راجعة ترجع إلى طبيعة الشخص وإلى طبيعة المجتمع يعني مسألة بسيطة وأعتقد أنها مفرغ منها يعني صحيح كلامكم واستمتعنا جدا في هذا اللقاء معكم الأخوان دكتور صادق حسين رئيس الوفد العراقي الشقيق لجمعية المكفوفين وكذلك الأستاذ خميس بن مصطفى رئيس الوفد التونسي الشقيق نلتقي لكم إن شاء الله والمثمرة شكرا لكم شكرا لكم إلى هنا أحبتنا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة كانت عن ملتقى المكفوفين العرب ثالث تحت شعار فبراير يجمعنا من السابع فبراير ولغاية الثاني عشر من فبراير الحالي حتى الملتقى غدا إن شاء الله هذه تحيات أسرة العمل من الإعداد أيوب العبدالله ويوسف بن حسين لكم تحياتي من التقديم نواف العصيمي أجمل واطيب تحيات تأتيكم من المتابعة والتنسيق فيصل خليفة لكم تحيات الهندسة الإذاعية حمد الهاجري تحية طيبة تأتيكم من التنفيذ على الهواء مش على العميرة إذن ليلة هانئة بصحبة الأهل والأصدقاء تمنياته دائما لكم بذلك حتى نلتقيكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة بموضوع جديد هذه تحيات المخرج بادر الاسباعي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر